أدان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسم أعمال الشغب من قبل الجماهير التي عرفتها مبارة شبيبة القبائل ومضيفه الترجي التونسي بملعب رادرس والتي اعتبرها البيان غير مقبولة ولا تمد بكرة القدم بسلة وأكد الكاف عبر أمينها العام أنها ستسلم الملفة للهيكل القضائي لفتح تحقيق معمق في القضية أضفة إلى مواجهة الرجاء والأهلي التي جرت بالمغرب وكانت إدارة شبيبة القبائل قد تقدمت بطعن إلى الكاف لعادة النظر في نتيجة المباراة